قالت العضوة الديمقراطية في الكونجرس الأمريكي رشيدة طليب إنها لن تزور إسرائيل لرفضها الشروط التعسفية التي اشترطتها الحكومة الإسرائيلية على حد قولها وكان وزير الداخلية الإسرائيلي أرييا درعي قد قال في وقت سابق من اليوم قال إنه وافق على طلب رشيدة بالقيام بزيارة للضفة الغربية بعدما تعهدت بعدم الترويج لمقاطعة إسرائيل خلال زيارتها إلا أن طليب عادت وغردت على موقع تويتر قائلة إنها لن تقبل بمعاملتها معاملة المجرمين إنه أمر مؤسف لأننا نرى إسرائيل كأنها دولة ديمقراطية إنهم يحاولون الحد مما يمكن للقيام به هناك هدفي هو رؤية جدتي إنها في التسعينيات من عمرها